وزروح بقى الاهلي عظيم وطب قبل ما امشي من الزمالك بس احمد الشناولي عمبارح مع برمز وانا بقى هني وابارك لكابتن عبد الحميد باسيوني صديق العزيزة الفوزي الكبير فريق متواضع وكانياته متواضعة ماديا او منعدمة ماديا هو طلعي الجيش ويفوج على فريق بالمليارات بصراحة باسيوني فرمته فريق بهذه الامكانيات والقدرات المادية والقدرات الفنية وبعد الجيش يهزموا شارع هزيمة موضوع في قمة الروعة فمبروك لطلاع الجيش هذا الفوز الكبير طب فين اللايك والشير والصلاة عزين قبل ما نخش على اخبار النادي الاهلي وتدعي لنفسك والوالدين والغير لايك وشير وصلي عزين ودعي لنفسك والوالدين والغير محمد واهبة مبروك للمحترم مع محمد باسيوني نؤدى مع محمد باسيوني وكفاءة تدريب لاي لاي الا الله النت بصراحة في مصر سيء جدا 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 ما عافش بقى يبقى معمول لحاجة زي اللي معمولة لعبد الناصر ولا ايه لان ده بيحصل مع خط البيت خط الشغل ما بيحصلش في كده ايه لان ده بيحصل مع خط البيت خط الشغل ما بيحصلش في كده فلايك وشير وصلي عزين ودعي لنفسك والوالدين والغير وحسبون الله ونعم الوكيل نروح بقى للقلعة الرياضية العظيمة النادي الاهلي ومباراته مع الوداد المغرب بإذن الله بإذن الله بإذن الله يوم السبت الموقع شكل التدريب اللي حصل مبارح بالليل والنهاردة والصبح بيدل على ان مصر الموسمين لن يغامر بالتشكيل ولكن سيغامر في الطريقة هيلعب محمد الشناوي ايمان اشرف ياسر ابراهيم علي معلول الغائب ومكانه هيلعب احمد فتحي حتى الان ومحمد هاني يعني في التدريب محمد فتحي احمد فتح شمال ومحمد هاني يمي لكن معلول ليلعب في الشمال ومحمد هاني في يمي والله بصدر النبي اظن معلول ليه وصل النهار وفص الملعب ديانجي وموسيميل وفي الامام وليد سليمان افشا اجيه لا والد سليمان برحسن الشحات اللي هيبت ومعيننا اتمنى وليد سليمان ومروان اتمنى وليد سليمان يبت هتقول لي قاعد مين وقولك قاعد افشا بيبقى الشحات وليد سليمان اجيه الشحات وليد سليمان اجيه وقدام مروان بيواصل تدريباته على ملعب كهراماء كاليفورني وهيلعب ان شاء الله على مركب محمد الخامس في الدر البيضاء جلسات بيعملها انفراضيا ومحاضرات شخصية من مستر بيت سليمان اللي لعب الفريق حاول واجباتهم في هذه المباراة بيحاول يقفل الطرفين وخاصة إسماعيل حداد وإمكانياته وقدراته الفنية العالية عمل محاضرة بالفيديو للعبين كل واحد مهم مهمه ايه وواجباته ايه اصبح محمد الشناوي جاهز لقيادة الفريق في هذه المباراة المهمة ومحمود وحيد شوف وخبر صادم وهو انك اهرباء محمود عبد المنعم كهرباء خارج مباراة الوداء صادمه بصراحة لحد مبارح كان بيننا وعمل اتناشر جلسة اتناشر جلسة على الشد بس ربنا ما اردش كان عندنا امل لكن وارد يبقعد على الدكة لكن قدامه النهاردة وبكرة خميس وجمعة والسبت اتعمله اختبار طبي نشوف الدنيا فيها ايه بس 99% كهرباء خارج المباراة رغم الجلسات المكسفة اللي بيعملها على الشد وانا رأيي لا يتم المغامرة به لا يتم المغامرة به لا يتم المغامرة به هو للشد المازل طيب ما ياخد راحته في العلاج مباراة اه يا نايمة اه يا نايمة اه يا نايمة البس وحش انا طالع بدلة عشان الخطاب بتاع الزمائق قلنا نفرح جمهير مصر العظيمة تمام كده على بركة الله منهم لله منهم لله ينتقب منهم ربنا وحقق جهة سندنا فكهرباء خارج المباراة والاهلي يستعدوا بقوة ومفاجأة مصر المسيماني في الأداء الهجومي أمام الوداد المغربي المباراة تقام في التاسعة من مساء السبت كل الدعاء للنادي الأهلي بالفوز الكبير وكل الدعاء للنادي الزمالك بالفوز الكبير واللقاء الفارقين في مباراة العودة وتحقيق أفضل نتيجة في مباراة الزهاب بإذن الله دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته